السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ارغو لكم قصة قصة حقيقية. ما عدا الاسماء. اسماء الشخص في هذه القصة اسماء مستعارة. للحفاظ على الخصوصية. فتاس اسمها سمر. سمر هي اللي تروي القصة. قصتهم. سمر عمرها عشرين سنة. تعيش وسط عائلة امه واب. وعدها اخ واحد اسمه احمد. احمد امره 18 سنة. سمر ثانة مولعة. بلعبة اسمها الكلاش. لعبة تنزل على الموبايلات. ويلعبونها كثير. لكن موبايلها ما يدعم هذه اللعبة. يعني موديلة قديم او ذاكرتها قديمة ما اعرف انا حتى هذه اللعبة ما اعرفها. لكن اخوها احمد منزل هذه اللعبة موبايلة موبايلة احدث من موبايلها. موبايلها ايفون. احيانا بعد التواسيل والتراجي تطلب الموبايل ما لاخوها احمد حتى تلعب بهذه اللعبة. احد الايام سمر كانت طالب الموبايل ما لاخوها وتلعب بهذه لعبة الكلاش. اخوها احمد قالها انا رح ادخل للحمام اريد اصبح. لا تلوخذ راح تكتمل. وفعلا احمد دخل الى الحمام يصبح. اثناء اللعبة التي تلعبها هي. واذا يجي شعار جدت رسالة. فالرسالة من من خالته الاحمد. يعني خالتها السمر. فهنا اتفاجئت. ليش هاي رسالة جدت للاحمد من خالته. وشنو هاي رسالة صار عندها فضول مباشرة فتحت الرسالة. فتحت الرسالة واذا شوف خالته كاتبت له زوجي ما موجود حاليا تعال للبيت. هل يدك حالا تيجي. للبيت. تعجبت من هذي الرسالة شنو شتت من عندها وليش حالا يجي. معقولة زيان تكتب له يعني بالرسالة كلها كلمة حبيبي ومعرف شنو. استغربت من هذي. هاذا الاسدوب. صار عندها فضول اكثر. بتريد تعرف هال الرسالة هذي. من خالتها لو من بنتها. بنت خالتها المشكلة يعني هي صغيرة عمرها ما يتجاوز العشر سنوات. فما معقولة. مباشرة. عندها طريقة هي تعرفها. اولا اخذت سكران للرسالة. وبعدين اشتغلت فرصة. وربطة الموبايل. ما الاخوه احمد. وهي موبايل هب. بحيث اي رسالة تيجي الاحمد او احمد يرسل رسالة الخالطة تيجي بموبايل هب. وبعدها حذفت هذي الرسالة من خالتها. من دي جايك. لكن شغلت تبكيرها. وظلت تفكر شنو هذي الرسالة. وليش تكتب له بهالطريقة هذي. حبيبي وما حبيبي. طلع احمد من الحمام. ونطعت الموبايل مالة. كاتلها الموبايل لك. وهنا خلصت اللعبة. تمام. بعد تقريبا نص ساعة. اجي احمد عليها. قال لها يا سمر. خالت دازت لرسالة انت قاريتها الشي. قالت لا 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 شفت رسالة ولا دازت رسالة. ديش خو ما اكو شي. قال له ها لا ما اكو شي. بس هي كنت دازت رسالة. قالت لا ما اكو ما جيت الرسالة ما شفتها. طبعا خالت متصلا بي اتصال. قالت لي هان دازت رسالة وانت فتحتها الرسالة بس ما جاوبتني. ليش ما جاوبتني? قال ها انا شد في الحمام والموبايل بيدي سمر. وسمر ما قالت لي ما عدري. فهنا خافة وداهية يعني قاريت هالرسالة مثلا او شي ويصرفة الشك عندها. المهم. من بعدها بدت اي رسالة تجي الاحمد من خالته يوصل يم يم سمر. وبدت تكتشف انه بس هي لحد الان ما عرفت الرسالة اذا تجي من خالتها لو من بنتها. اني تعمرها عشر سنوات. فالشي ما معقول يعني. فبدت تجي رسالة اكثر فا اكثر فا اكثر. الى ان يوم من الايام. ارادت تكتشف الحقيقة. وهي جاوبت من عندها. جت رسالة من خالتها الاحمد. فهي جاوبت. مكان احمد. تليفونهم. قلت لها خالتها قاتلها. اه طيب هلانا موجودة. بنتيش موجودة. بالبيت. فجاوبتها. خالتها وكانها مادة جاوب احمد. قاتلها ما لك علاقة بيها. انا اقزها. البيت جير عنه. ارفت معناتها هذه الرسائل من خالتها. بخالتها. كل مراسلاتها حبيبي وكذا. الى ان يوم من الايام. احمد طلب من خالتها. قال بها اريد تلبسيلي الملابس الفلانين وتاخلي صور بيها وترسيليها. انا يعجبني ان تشوف تشوف هذي الملابس. طبعا بالمناسبة. خالت احمد عمرها تقريبا ثلاثين سنة. وعدها ولد وابنين. الولد كان صغير. وابنين عمرها عشر سنوات هاي الكبيرة. بعد ربع ساعة تقريبا هي التابع. وجدت صور. وصلت ايضا الى سمر. خالتها ما اخذه صور. هذي ملابس اللي هو ارادها. كلها كانت هذي الصور والرسائل تاخذيها شكريانات. وتحفظها. في لابتوب عدها. عملت في لابتوب فولدر خاص. تحفظها في هذا الفولدر. وبعدين تحذفها من الموبايل اللي عدها. احمد ما يدري. ما يدري هاي رسائل والصور قاعد توصل للسمر. لكن داخت. هذا فتشي مصحيح. فتشي بتحاول انه ما تسكت عليه. بس شلون باي طريقة. اذا قالت الامها وابوها. ممكن اصير مشكلة كبيرة. توصل الى حد جريمة. وخالتها وزوج خالتها شلون. يعني سبب مشكلة كبيرة. بس شلون تنهي الموضوع ما تعرف. استمرت لفترة. هي تتابع هذه الرسائل والصور وكلها كانت تحفظها الى ان يوم بالايام وصلت الى حد. قالت ما ممكن انا اسكت وما ممكن. يعني انا اترك هذا الامر يبقى مستمر. هذا مو صحيح. لانه كان راسل احمد رسالة لها خالتة. يقول لها الخالتة. يقول لها حبيبتي البارها انا شون كنت وياج. ووضعي وياج. وفت كلام انا ما اقدر اعتيه. فالكلام يعني بيه نوع من البذاءة والسفالة والسقوط. خالتت جاوبة برسالة تقول لي انت كنت كلش كيوت وكلش مضبوط وحلو ومدرشين ومن هالامور هذي والحقيات وما عرف لاش. فاضطرت بعدين لزمت اخوه احمد وتكلمت لي وقالت لي يا احمد انت اللي تعمله هذا عمل خطأ وهذا يسمونه زن المحارم. للأسف الشديد احنا بالفترة الاخيرة بدينا نسمع هذه التسميات اللي اخلاقية هذه التسميات اللي حتى بعض الحيوانات ترفضها وهي زن المحارم. شلو زن المحارم? ما كنا نسمعها سابقا ما عرف يعني ليش توصل الهالدرجة هذي بالسقوط الاخلاقي. خالتة اخت امه يعمل ويا هذا العمل وهي شون تقبلها وهي منزوجة وعدها افطال. هذا بالله خلي نقول الشيطان اغراه وما متزوج وشاب صغير لكن هي متزوجة واكبر من عنده وعمرها ثلاثين سنة. ليش? المهم. احمد بالبداية نكر وي اخته قال ما كوتي شي وعيب عالية شينتي. قات لك كل الرسائل والصور موجودة عندي وما اخذت لها السكريانات وحافظتها. وحافظتها بمكان ما تندل انت. بالاخير تعهدلها قال انا راح اترك الموضوع هذا. واعتبر هذا الموضوع ما صاير لانا وهددته قايت لانا راح اقول للام والابوية. وشوف مياها الرسائل. بتعهدلها انه يترك الموضوع هذا. وكأنه اي شي ما صاير. بنفس الوقت راحت البيت خالتها. وتكلمت ويا خالتها. بقالت لها يا خالة انتي اكبر من عندنا وانتي هذا عمرك يعني ثلاثين سنة اقريبا من زوجة وعندك ولد وبنين. مو عيب انتي تعملين هذا العمل وهي احمد وهذا احمد هو ثرة يعني شاب صغير وهذا بعدها مراهق. نكرت قاتلها لات نكرين. يعني كلها موجودة عندي الرسائل والصور وانتتهم بعض العلامات اللي يعني تثبت لهم انها انت دازجتي لصور حسب طلبه بالملابس الفلانية وكذا ملابس داخلية يعني. وانت دازجتي لصور والصور مخفوظة عندي كلهم. اخر شي خالتهم. وعدتها ايضا انه تترك الموضوع هذا وكأنه اي شي ما صاير مقابل انه تستر عليهم ومقابل انه تسكت على هذا الموضوع. ولهنا وينتهي الموضوع نهائيا. للأسف الشديد. ما اعرف يعني انا احتي بالنسبة ان احنا كعراقيين بالعراق. هل هو شعب ما مؤهل انه يستخدم الموبايل. شعب ما مؤهل انه يستخدم الانترنت. بده يستخدمه بشكل خاطئ. بشكل فاضح. ديش. يعني انا اذكر بلا 2003 في بداية تغيير النظام بالعراق. على الحدود الاردنية كانوا يجون اسرائيليين وجايبين وياهم اه السيتلايتات اللي كنا نسمع بيها ما شايفين هم السيتلايتات والصحون ويوزعونها بدجانا هل هم يعني خايفين علينا يردون يثقفونه يردون ينطونه لو يردون يفسدون الاخلاق. وفعلا نجحب بهذا الامر فسد اخلاق اكثر الشباب والشابات للأسف الشديد. لانه ناس ما مثقفة ناس ما مؤهلة الى هذا الامر. وبدوا يستخدمونه باستخدام خاطئ. نصيحة الى كل الاباء والامهات انهم يراقبون ابنائهم وبناتهم. واني متأكد واعرف كثير ما راح يعجبهم هذا الكلام. لانه هذا ربما ما يصبوا بمصلحتهم. وكثير من هذه الالعاب اللي موجودة هي ممكن انه تسعد المستخدمهم اذا كان ما عنده ثقافة عالية تستخدمه الى استخدام خاطئ. وراح اتجرب الى امور مصححة. هذه نهاية القصة. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.